بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع درس ملك حفني ناصف الفقر الأولى أعزائي التلميذ في نهاية الإجازة الإسبوعية قررت أسرة أمير زيارة الجد بمحافظة الفيوم وانطلقت السيارة تقطع الطريق وسط المزارع الخضراء أحيانا ووسط الصحراء أحيانا أخرى وبعد سبعين دقيقة وصلت الأسرة إلى منزل الجد بأحدى قرى الفيوم واستقبلهم الجد بحفاوة وفي أثناء تناول العشاء أدى أمير وأميرة ارتياحهما للمشاهد الخلابة بالفيوم وحكى الجد ذكرياته فاستوقف أميرة حديث الجدي عن باحثة البادية فقالت من باحثة البادية يا جدي كلمة الإجازة معناها العطلة قررت أي عزمت انطلقت أي أسرعت أحيانا معناها أوقات حفاوة يحتفال أثناء خلال أبدى معناها أظهر الخلابة معناها الجميلة إلى أين ذهب الجد إلى أين ذهبت الأسرة وكيف استقبلهم الجد ذهبت الأسرة إلى زيارة الجد بمحافظة الفيوم وقد استقبلهم الجد بحفاوة واحتفال كبير قال الجد إنها ملك حفني ناصف كان أبوها من أشهر الأدباء والقضاء في مصر قال أمير أين ولدت يا جدي قال الجد ولدت في حي الجمالية بالقاهرة في سنة 1886 1886 من الميلاد التحقت بالمدرسة السنية وحصلت على الابتدائية ووصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا كلمة نالت معناها حصلت على ماذا تعرف عن ملك حفني ناصف قلنا أن ملك حفني ناصف كان أبوها من أشهر الأدباء والقضاء وقد ولدت في حي الجمالية بالقاهرة سنة 1886 والتحقت بالمدرسة السنية وحصلت على الابتدائية ووصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا من خلال الدراسة قال أمير وما صلتها بالفيوم ابتسم الجد قائلا لقد انتقلت إلى الفيوم بعد أن تزوجت من عبدالسطار الباسل رئيس قبيلة الرماح وكان رجلا واسع الثقافة يجيد أكثر من لغة وبعد الزواج اتخذت لنفسها لقبا جديدا اشتعرت به وهو باحثة البادية علق الأب قائلا نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها فكانت تحث الأباء على تعليم بناتهم وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن كلمة وصلت معناها استمرت كلمة صلطها معناها علاقتها يجيد معناها يتقن اشتهرت أي عرفت تحث معناها تشجع الاعتناء معناها الاهتمام بما لقبت ملك حفني ناصف لقبت ملك حفني ناصف بباحثة البادية وقد اشتعرت بهذا اللقب وعرفت به دائما وعلقت والدة أمير قائلة إن ملك حفني ناصف وهدى شعراوي وصفية زغلول وغيرهن كثيرات قد بذن الجهد من أجل حصول المرأة على حقوقها وإصلاح أو ضعيا في الأسرة والمجتمع لهذا أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وقادية ومعلمة وطبيبة ومهندسة وباحثة في شتى الميادين كلمة الجهد معناها التعب كلمة شتى معناها مختلف مختلف في أي شيء بذلت ملك حفني ناصف جهدها قلنا أن ملك حفني ناصف بذلت جهدها دائما في الدفاع عن المرأة وده بذلت جهدها من أجل حصول المرأة عن حقوقها وإصلاح أو ضعاها في الأسرة والمجتمع أميرة شكرا لهن وشكرا لك يا جدي أن عرفتنا بباحثة البادية أمير سأكتب غدا في مجلة المدرسة عن ملك حفني ناصف أميرة سأشترك بجامع صور لباحثة البادية في هذه المجلة الجد أحسنتما فيجب أن نعرف الجيل الجديد ما قام به الرواد والرائضات من جهد من أجل تقدم المجتمع كلمة الجيل هو هم جماعة من الناس لهم صفات مشتركة ماذا سيفعل كل من أمير وأميرة أمير قال سأكتب غدا في مجلة المدرسة عن ملك حفني ناصف وأميرة سوف تشترك سوف تقوم بجامع صور لباحثة البادية في مجلة المدرسة كلمات الجديدة هم جماعة من الناس إنها كلمة الجميلة ممتاز جمع كلمة باحثة باحثة مفرط باحثة وباحثة 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 هن مجموعة من أيوة الباحثات ولا بواحث ولا باحثون ممتاز كلمة باحثات مضاد الاعتناء الاهتمام ولا العناء ولا الإهمال مضاد كلمة الاعتناء كلمة الإهمال مفرط أجيال جالة ولا جيل ولا جوال ممتاز كلمة جيل أجب عما يأتي ماذا تعرف عن عبدالسطار الباسل من هو عبدالسطار الباسل أولا هو الرجل الذي تزوجت منه ملك حفني ناصف وهو رئيس قبيلة الرماح وكان رجلا واسع الثقافة ويجيد أكثر من لغة وتزوج من ملك حفني ناصف ماذا قرر أمير وأميرة بعد سمعهم حديث الجد قرر أمير أن يكتف في مجلة المدرسة عن باحثة البادية وقررت أميرة أن تشارك بجمع صور لباحثة البادية في هذه المجلة متى ولدت وأين ولدت باحثة البادية ومتى توفيت ولدت في حي الجمالية بالقاهرة في سنة 1886 وتوفيت سنة 1918 ميلادية لما أدى أمير وأميرة ارتياحهم أدى أمير وأميرة ارتياحهم للمشاهد الخلابة بالفيون اقرأ الفقرة ثم أجب علق الأب قائلا نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها فكانت تحث الآباء على تعليم بناتهم وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن نقرأ الفقرة مرة تانية علق الأب قائلا نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها فكانت تحث الآباء على تعليم بناتهن وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهن ماذا علمت ملك الفتيات علمتهن الاعتناء بأنفسهن ما لقب ملك حفني ناصف بحثة البادية ممتاز هات من الفقرة جمع مؤنى السالم جمع تكسير همزة مكسورة ألف وصل حرف جر فعل هنطلع جمع مؤنى السالم من يطلع ليه جمع مؤنى السالم أيوة من يدور في الفقرة ويبحث إنها كلمة الفتيات ممتاز جمع تكسير من يقول لي جمع تكسير من الفقرة جمع تكسير أيوة الأباء ممتاز همزة مكسورة همزة تحت الألف مكسورة من يدور من يقول ممتاز قائلا ألف وصل من يطلع على ألف وصل ألف وصل نحط قابليها واو عشان ما تبقاش همزة قطع المرأة والمرأة والمرأة الألف اللي في الأول حرف جر من يطلع ليه حرف جر أيوة عن فعل من يبحث عن فعل في الفقرة عندي علقاء علقاء ممتاز وتعلم ممتاز وتحث كل هذه أفعال صد كل جملة بنوع الإسلوب المناسب ماذا تعرف عن ملك حفني ناصف وفي الآخر علامة استفهام يطرد أسلوب أمر ولا قسم ولا استفهام ولا نهي ولا تعجب أيوة من يقول ممتاز إنه إسلوب استفهام لا تجذب على معلميك لا تجذب على معلميك ده إسلوب أمر أو قسم أو نهي أو تعجب أيوه. إنه إسلوب نهي. قُل ‫الصدق بلا خوف. قُل إسلوب ماً أروع مناظرفويوم إنه إسلوب تعجب. قُل الصدق بلا خوف إنه إسلوب أمر. يبقى قُل الصدق بلا خوف. قُل إسلوب أمر. والله إن الصادق محبوب. إنه إسلوب قسم يبقى ماذا تعرف عن ملك حفني نصف اسلوب استفهام لا تجذب على معلميك اسلوب نهي ما أروع مناظر الفيوم عندي علام التعجب في نهاية الجملة اسلوب تعجب قل الصدق بلا خوف اسلوب أمر والله يقسم بالله والله إن الصادق محبوب اسلوب قسم إلى هنا أعزائي التلاميذ نقول قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي ومعنا فهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته